انتوا اضطرتوا بها بعض اللعيبة المهمين عشان تحلوا كثير من المشاكل في النادي الاسماعيلي جمهور الاسماعيلي هيقولك هو الموسم الجديد اللي هيحصل هل هتضطرت بها لعيبة اخرى في لعيبة مهمة لسه موجودة في النادي الاسماعيلي عمر الساعي من المؤهب المهمة جدا في الدورة المصري طبعا عبدالرحمن المجدي من الاسماع الكبيرة في الدورة المصري واسماع اخرى يقولك يا طرى هبدأ الموسم اللي جاي من غيرهم ولا هيفضلوا موجودين والإسمايلي هيعرف يدبر أموره بص يا جريم أنا برضو عشان ما أخش لأن عندنا لعيبة كتير أنا عارف كذا واحد مهم محطوط عليها السبوت نفسه السبوت قوي لكن أنا بقول اللعيبة دي عليها دور كبير جدا أنا عايز أمشي من نادي في المقابل بتاعها لازم أتمرن كويس جدا لازم أقدم مباريات بشكل كويس جدا لازم أبقى منتظم جدا لازم أبقى ملتزم جدا الكلام ده كله هيبقى على اللعيب فنيجي نقول بقى هو موجود ولا مش موجود مفيش نادي بيقف على اللعيب لكن نيجي نقول بقى أنت مضطر تسيب حد ولا مش مضطر لو مش مضطر طب أنا هنيجي نقول إيه الحل بتاع النادي الإسماعيلي في مشاكل كبيرة جدا إحنا آخر حاجة مبعد لنا 440 ألف دولار كارمرلو فأنت بتكلم رقم برضو طب يا إيه ما هيقف طب هنقول بقى ندخل نشوف حد سبونسر نحاول بقى بنشوف سبونسر يخش نشوف رعاة نشوف مفيش نادي يعني ربنا يكون فعونه بصراحة البشواز نصر بيقعد يجري من هنا ومن هنا مع مجلس الإدارة بيحاولوا يجيبوا أي حاجة يعملوا دخل فأنت بتحاول أنا ما بكزمش إن في حد هيمشي وما بكزمش إن حد مش هيمشي يعني اللي اتنين دي نقطة مهمة جدا يا كابتن حوالي حتى كابتن إيهاب أنا بقولك مع كابتن علي بجريش وكابتن عماد عندهم هدوء كبير جدا في الموضوع دوت لأن الموضوع ده حساس جدا بعض الناس أصلا اتفقوا على بي عبد الرحمن أصلا عبد الرحمن مش عارف أصلا أمر السارح أنت مش عارف رح فيهم بس يتنين لعيبة عندهم عناصر مهمة جدا جوا الفرقة بس اضطرنا لأن السبب الأهم منهم أكبر منهم بكتير أنت مش هتفك القيد وهيرجع عليك بقى بخصم بناط يا إما هيرجع عليك بقرار بهبوط الفرقة أي قرار من الفيفا ممكن يحصل معاك فاضطرنا إن إحنا ايه اتنين مهمين لأ نفرط فيهم ما فيش مشكلة بس الناحية الفنية هتتهز شوية ويحصل تأثير فني في شكل الفرقة بس بعد كده هنقدر نعوضه إن شاء الله وده اللي حصل الحمد لله بقى بعدد المبارات اللي لعبناها حصل هزة شوية لأ بنرجعتين ويحصل هزة وبنرجعتين